موسيقى متابعين الكرام في المملكة العربية السعودية أسعد الله وقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية للمملكتنا نبدأها بآخر صور الأقمار الإصطناعية والتي تشير تقريبا إلى خلو سماء المملكة في مناطق عديدة من تواجد لأي من السحب والغيوم سوى بعض السحب والتكونات الممترض عادية في المناطق الجنوبية الشرقية الجنوبية الغربية عفوا من المملكة هناك تكاثر لكميات من السحب في المناطق الشمالية الغربية تحديدا في مناطق الجوف وعرعر والحدود السعودية العراقية والسعودية الأردنية وذلك في مقدمة تأثر هذه المناطق بحالة من عدم الاستقرار الجوي هذا ما سنلحظه عبر توقعات النمذج الحاسوبية للأمطار خلال 24 ساعة القادمة إذن مع ساعات هذه الليلة تتهيئ تدريجيا فرص وطول الأمطار كما نلاحظ في المناطق الشمالية من المملكة في منطقة الجوف وإسكاكا وهذه زخات ربما تكون رعدية كذلك أوره في منطقة الإقريات وحتى أيضا ربما تصل منطقة الطريف صباح يوم الأحد وحتى ساعات الظهيرة تكون الفرصة متهيئة لأن تشهد هذه المناطق رفحاء إسكاكا وعرعر لبعض من الزخات من الأمطار التي قد تصحب بحدوث العواصف الرعدية هناك إضافة إلى مناطق قريبة من الإقريات والطريف هذه المناطق ربما تشهد زخات رعدية من الأمطار نشاط متوقع للرياح في مناطق القصيم وحائل يثير الأتربة والرمال كما تتهيئ الفرصة في ساعات النهار لأن تهطر بعض الزخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى على مرتفعات جنوب غرب المملكة في ساعات ما بعد الظهور بشكل عام مع ساعات المساء يتوقع أن تتحرك حزم الأمطار في شمال المملكة مبتعدا عن المدن الرئيسية وتصبح داخل الأراضي العراقية تبقى الفرصة مهيئة لبعض الأمطار في الطريف وأيضا تتراجع مع ساعات المساء وليل فرص الأمطار في جنوب ومرتفعات جنوب غرب المملكة مع ساعات مساء يومها الأحد وتعود فرص الأمطار في داخل البحر الأحمر وبعض المناطق الساحلية بالإضافة للمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة مع ساعات صباح يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى أولا للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض الأجواء تكون صافية مائلة للبرودة درجة حارة السغلة 16 درجة موية مع رطوبة نسبية 50% دعونا نتعرف الآن على الأحوال الجوية المتوقعة في مدن ومحافظات تمام لك غدا؟ نبدأها شمالا من المناطق التي تتوقع أن تتأثر بهطولات لبعض الأمطار في كومنسكاكا وعرار تكون في اسكاكا من 23 إلى 13 21 إلى 12 في عرار أكثر استقار من الأجواء في تابوك تكون من 23 إلى 11 درجة مئوية المناطق الغربية من المملكة تكون الأجواء بها كالتالي في المدينة منورة 30 إلى 19 في جدة من 35 إلى 24 في مكة مكرمة من 35 إلى 23 بينما تتهيأ الفرصة بعد الظهر لبعض من الزخات الرعدية من الأمطار على مرتفعات الطائف وتصل العظمى إلى 26 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية انتقالا إلى مناطق جنوب غرب المملكة تكون الفرصة مهيئة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية بما في ذلك مرتفعات أبهى وعسير تصل العظمى إلى 23 وصغرى 13 تكون في نفس الباحة 24-17 لكن المرتفعات الجبلية مهيئة بها هطول لزخات من الأمطار وتكون في جزام من 32 العظمى والصغرى 28 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة في الحساب من 29 إلى 17 مأجواء مستقرة 29 إلى 20 في الدمام و21 إلى 16 في حفر الباطن مع ظهور كميات من السحب والغيوم المناطق الوسطى من المملكة في الرياض من 28 إلى 19 في القصيم من 31 إلى 16 وفي حائد من 26 إلى 11 درجة مئوية مع أتربة مثارة متوقعة بمشيئة الله تعالى في هذه المناطق خلال ما تبقى من نهار يوم الأحد انتقالاً للأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة تكون كالثالي يوم الأحد 28 إلى 19 في العاصمة الرياض أتربة مثارة متوقعة يوم الأثنين تكون من 30 إلى 18 أما يوم الثلاثة من 28 إلى 18 درجة مئوية مع ظهور لبعض السحب والغيوم قبل الختام ندعوكم للتعرف على الأحوال الجوية في النشرة الأسبوعية وبعض التوقعات من هذه النشرة الأسبوعية نستعرضها الآن سريعاً توقعات الأمطار وفرص الأمطار في مدينة جدة خلال هذا الأسبوع إذن يومي الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء فرص شبه معدومة لأن تشهد مدينة جدة أي أمطار ترتفع فرص الأمطار يومي الخميس والجمعة والسبت تصل إلى حدود 75% فرصة الأمطار يومي السبت في مدينة جدة للمزيد يمكنكم متابعة هذه التوقعات بالتفصيل عبر النشرة الجوية الأسبوعية الخاصة بمملكة الحديث عن هذه الأحوال الجوية متوقعة أن تؤثر على بعض مناطق المملكة بما فيها مدينة جدة نهاية هذا الأسبوع إذن هذا كان يكون ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق تقس العرب أو زيارتنا عبر زيارة موقعنا الإلكتروني أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي دمتم في رعاية الله إلى اللقاء